كلمنا قبل كده على الفكسين الطعم أو المصل أو اللقاح عندنا فيه أنواع مختلفة من الأمصال عندنا أتمويتد والمضاعف عندنا كيلت اللي هو مقروب مقتول وعندنا ريكامبنانت يعني مصنع في المصنع أو شركة الأدوية طيب لو كان أتمويتد أورجنيزيو ده ذكرناه قبل كده يبقى بتاعه أربع أسابيع يمتنع على التبرع لمدة أربع أسابيع بعد أربع أسابيع ممكن يتبرع طيب لو كان الشخص ده واخد كيلت أورجنيزم الفكسين بتاعه كيلت أورجنيزم أو ريكامبنانت ماتيرييل ممكن يتبرع عادي ومفيش أي ديفرال نو ديفرال